هاي تغريدة السيد المالكي ندعم الجهود الوطنية لتشكيل اسمع 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 نص الجملة لتشكيل قيادات سياسية في المدن المحررة تشكيل قيادات سياسية تحدث عن تشكيل يعني تحدث عن تشكيل مجالس تتجاوز عقبات ليش هذا النفس في التصريح في مرحلة ما بعد داعش يوحي بأنه هناك أزمة يعني لا نعتمد على مجلس محافظة لا يا تغريدة لا نعتمد على حكومة محلية ليش يعني لا التغريدة جاءت عندما سئل حول موضوع المؤتمر الذي سيعقد في بغداد وما ينتج عن هذا المؤتمر من اللجان أو مجموعات تمثل المكون السني غالبية اللجان هاي اللي راح تحضر المؤتمر في بغداد إذا حضر حسب ما فهمنا هي من أعضاء المجالس والشخصيات الموجودة هذا يتكلم عن تشكيل مجتمعي وليس عن تشكيل سياسي التشكيل السياسي يكون من خلال صندوق لا 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 مو مجتمعي نصل جملة تشكيل قيادات سياسية في المدن المحررة صار عباس الموضوع واضح جدا ما يتحمل لا تأويلي ولا تأويلي عزيزي عزيزي قيادات سياسية وليس قيادات تنفيذية ولا قيادات سياسية تعمل على تشكيل لا تعمل على تشكيل مجالس تعمل على تستعد لإدارة المرحلة من خلال العمل السياسي وليس من خلال العمل التنفيذي هذا المقصود بالأساس بالأساس قلت لك أنه خلينا نطلع من التحميل خارج المألوف